عشر جل من الأغنياء كان يملك حديقة رائعة تنتلئ بالزروع والثمار والفواكه والأشجار والورود بارك الله لك يا سيد حمدون في وليدك الجديد شكرا لك يا شايبون إني والله أحار في تسميته أنت سميت الكبير أسدا ليكون شجاعا وقويا وسميت الثاني جوادا ليكون كريما ومعطاء فأي الصفات تتمناها في وليدك الثالث؟ آه أريد أن يكون متحملا صبورا في الشدائد فالعز لا يدوم إلا لصاحب العزة والأيام دول بارك الله في مالك وجنتك أقترح أن تسميه صخرة ليكون في شدة الصخر وصلابته تفضلوا تفضلوا بالهناء والشفاء تفضلوا أنت الذي تخدمنا بيدك يا سيد حمدون أنتم ضيوفي الكرام وخدمتكم واجب كل ما يقطعه المنجل حق للفقراء وما تبقى من الحبوب يكون لنا هذا كثير يا سيدي إن المنجل يقطع ثلاثة أرباع الحبوب فكيف تتصدق بكل هذا؟ الفقراء كثيرون يا صديقي وهم أحوج منا بالطعام ولكن اعمل حسابا للغد إن لديك ثلاثة أولاد يحتاجون إلى تلك الثروة لقد ادخرت الله لأولاده واربع الحاصلات من الأرض يكفيهم وزيادة هل تظنهم يرضون عن هذا؟ إنها حديقتي وقد شقيت عمري في زرعتها حتى أصبحت جنة الله على الأرض نعم كل الناس يطلقون عليها اسم الجنة ومثل الذين ينفقون أموالهم بتغاء مرضاة الله وتثبيتا من أنفسهم كمثل جنة بربوة أصابها وابل فآتت أكلها ضعفين فإن لم يصبها وابل فطل والله بما تعملون بصير أقد كبرت وأصابني الوهن وأريد أن أفرح برؤية أولادكم قبل أن أموت أطال الله في عمرك يا أبي الأطفال مزعجون يحتاجون دائما إلى حلوى وملابس جديدة ويحتاجون إلى تلقي العلم وألواح وأقلام ويمرضون فجأة ويحتاجون إلى الطبيب والدواء كفاك سوادا يا بني لم تكن طفلا مثلهم لا أتذكر أنا يا أبي أريد أن أتزوج وقد اخترت العروس من يا ترى سلمة ابنة صنعان أحسنت يا بني إنها فتاة طيبة ومن بيت كريم بيت كريم؟ إنهم فقراء شاحذون لا إله إلا الله ألغينا يا بني من عند الله وحده لماذا لم تقم باستدعائي يا سيد حمدون بدلا من تعبك ألا تريد أن تستقبلنا في دارك يا رجل؟ عظى الله إنها داركم لن أطيل عليك يا صنعان لقد لقد جئت خاطبا خاطبا ابنتكم هذا أعظم من أن أصدقه لقد طلب صخر مني أن أخطب له سلمة صخر ماذا؟ ألا ترينني مناسبا لقدرك الرفيع؟ أنا 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 معذرة يبدو أنه خجل العذارة سأناديها لقد آهنتها ألمحت لفقرها وصغرت من شأنها أمام أبيها أظنه لا يقصد يا أبي إنها ذلة لسان ويمكن الاعتذار عنها لا ما أقول شيئا هعتذر لمن لخدمنا لمن يشحدون من الطعام إننا فقراء يا ولدي وأنتم أصحاب فضل علينا استغفر الله استغفر الله يا أخي دعني أكمل يا سيد حمدون لقد عشنا سنين طويلة نأكل من خيركم ولا ننكره ولكن ربيت ابنتي على عزة النفس والكرامة يا أيها الذين آمنوا لا تبطلوا صدقاتكم بالمن والأذاك الذي ينفق ما له رئاء الناس ولا يؤمن بالله واليوم الآخر فمثله كمثل صفوان عليه تراب فأصابه وابل فتركه صلدا لا يقدرون على شيء مما كسبوا والله لا يهدي القوم الكافرين سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ماذا تفعل يا جواد أسبح الله يا أبي حتى تهدأ القلوب ويرحل عنها الغضب وحتى يشفيك الله لنا وننعم برضاك عنا إنني راض عنك يا جواد ولكنني غير راض عن أخويك أرجوك يا أبي سامحهما إن أسدا قد لام صخرا وعرفه خطأه وهو نادم أشد الندم هل تكذب علي يا ولدي؟ لا يا أبي إنما أقول ما أظنه قد حدث هذا لأنك تفكر بعقلك وقلبك أنت ولكنني أعرف أخواك أكثر منك أرجوك يا أبي أن ترتاح كما نصح الطبيب اسمعني اسمعني جيدا يا بني مهما اختلفت مع أخويك فلا تتفرقوا وكونوا كنوا جميعا يدا واحدة لا تتفرقوا يا بني لا تتفرقوا أشد ما آلمني رحيل صاحب السيد حمدون شكرا لك يا عمي شيبون إن السيد صنعان وبعض الإخوة يريدون تقديم العزاء السيد صنعان منذ مات منذ مات والشحاذون يقال عنهم سادة اذهب أنت نيابة عننا واقبل منهم العزاء أنا أكبركم وأعرفكم بالمصلحة على الأقل نقدم لهم الحليب والتمر وهل الحزين يأكل أو يشرب؟ دع الكبير يتصرف يا جواد الأمر لكم اتركاني في حزني وألمي يا أيها الذين آمنوا لا يسخر قوم من قوم عسى أن يكونوا خيرا منهم ولا نساء من نساء عسى أن يكون خيرا منهن ولا تلمزوا أنفسكم ولا تنابزوا بالألقاب بئس الاسم الفسوق بعد الإيمان ومن لم يتب فأولئك هم الظالمون انظر يا صنعان إنهما أصحاب الجنة نعم أعرفهم جيدا لقد أثمرت الجنة في هذا الموسم أكثر من أي موسم آخر هذا رزق اليتام والمساكين إنهما صنعان وتعز كان أبي يحب إكرامهما رحمه الله رحمة واسعة لم يعد موجودا أليس من الواجب أن نناديهما؟ لا بالطبع سنذكرهم بالمرحوم ونستعيد الحزن سمعتهم يقولون إن جنتنا رزق للمساكين يا للطمع قبل أن نقطف الثمار يفكرون في نصيبهم إنهم ليسوا شركاءنا ليكون لهم نصيب كان أبي رحمة الله علي يعطي المساكين أولا هو وشأنه أما نحن فسنأخذ حقنا في الصباح قبل أن يصح أحد لكن لا مكان للكن سنأخذ الثمر كلها ولن يأكل منها فقير فلتقسم معنا على ما تويناه إنا بلوناهم كما بلونا أصحاب الجنة إذ أقسموا ليصرمنا مصبحين ولا يستثنون بعد أن رحل الأب الطيب الذي كان يتصدق بأكثر ماله ويجعل كل ما تقطعه المناجل حقا للفقراء وريث الأبناء أباهم وصاروهم أصحاب الجنة الجنة أثمرت بسخاء عظيم هذه السنة لا بأس أشعر بالجوع الشديد هيا إلى القصر لنتناول الغداء ما رأيكم أن نأكل هنا في الهواء الطلق ربما يشاركنا بعض الجيران في الطعام جواد هل نسيت ما أقسمنا عليه نشارك المساكين إن وضعنا كسادة يمنعنا من الأكل في العراء من تسائر المزارعين هيا هيا لا تضيع الوقت في مجادلة فارغة لنذهب إلى قاعة الطعام ونطلب من الطهات أن يسرعوا بإعداد وليمة الغداء ينطلق أيا الحصان الكسول كانت وصيتك يا أبي ألا نفترق فماذا أفعل الآن؟ متى نبدأ في جميع المحصول؟ غدا مع أول ضوء النهار قبل أن يستيقظ الشحاذون تقصد جيراننا؟ اسمع يا جواد لا نريد أن نعطي الفقراء شيئا حتى لا ينقص من مالنا شيء لكننا اعتدنا أن نتصدق في كل عام بشيء من الثمر والقمح لن يحدث هذا يكفي ما تصدقنا به في الأعوام السابقة أنا أتفق معك لكن هذا حرام حرام؟ إنه مالنا دعك من أفكار الحرام والحلال نحن الآن أغنياء لا شيء يهمنا كان أبي دائما يقول إن من يتصدق ببعض أمواله يبارك الله له فيما تبقى لقد حصلت البركة وانتهى الأمر ألم ترى الجنة وأشجارها تنحني من كثرة الثمار؟ جواد أنت أقسمت معنا وحراما أن تحنث بالقسم حسنا افعلوا ما ترونه صوابا الخادم حاول أن يمنعني من الدخول عليكم في قاعة الطعام وكأني غريب تفضل يا عمي شيبون بالهناء وشفاء لقد سبقتكم حان وقت الحصاد فمتى تبدأون في جني ثمار الحديقة؟ أظن هذا أمرا عائليا يعنينا نحن فقط أسد يقصد أن لا يزعجك بأعباء الحصاد كنت أريد أن أعاونكم فأنا أعرف المساكين المقعدين الذين كان والدكم رحمه الله يحرص على توصيل الصداقة لهم في بيوتهم شكرا لك عندما نحتاج إلى خدماتك سنرسل من يطلبك ألا نعطي صديق أبي شيئا من الحبوب والثمار؟ يخلق فمك أيها الخادم دل السيد شيبون على الطريق شكرا أعرف طريقي جيدا رحم الله أباك يا جواد لم أرى في حياتي أرذل من هذا الرجل لا تتأثر يا أخي لقد أراد أن يستدر عواطفك بقوله رحم الله أباك يا جواد سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم ما الذي يدهيشك هكذا؟ ألم ترى الهلال من قبل؟ من قال إنني مندهش إنما أسبح الله أذكرك ألا تسهر طويلا لدينا عمل شاق في الصباح لا أستطيع النوم القلق يتملكني هل الثراء والخير يدعو للقلق؟ أخشى أن يعاقبنا الله بما نفعل إذا كنت ترى ذلك فنحن على استعداد لأن نأخذ نصيبك وننقذك من العقاب افعل ما تريانه صوابا حسنا سأذهب لأنام حتى أصح مبكرا سبحان الله العظيم اللهم اغفر لنا تقصيرنا وتجاوز عن ذنوبنا سبحان الله العظيم ترجمة نانسي قنقر ترجمة نانسي قنقر هيا إنني متشوق لرؤية الثمار الطازجة والحبوب المفئرة وأنا أكثر منك شوقا سبحان الله العظيم سبحان الله العظيم هيا هل ذهب الجناتنا هل ضللنا الطريقة إليها؟ كلا لم نضل الطريق بل حرمنا من الخير آه مات كل شيء هلك كل شيء أصبحت الجنة كالصريم صارت خرابا الويل الويل لنا ماذا حدث؟ قل كيف حدث ما حدث كيف تموت الحيوانات والطير كلها في نفس الليلة وكيف تتحول إلى عظاما بتلك السرعة؟ هل كانت عاصفة؟ كنا سمعنا صوتها ألم أقل لكم لو لا تسبحوا؟ لا توجد نبتة واحدة أو حيوان أو طير لقد ضعنا بسببك أنا؟ كان الاقتراح اقتراحك أنت رفضت أن تعطي المساكين كنت أنفذ رغبتك لأنك أخي الأصغر وقد أوصاني أبي عليك بل أنا بل أنا الذي كنت أتبعك لأنك الأكبر ومن المفترض أن تكون أكثر حكمة أحذرك يا صخر أن تتمادى أرني ماذا ستفعل يا أسد حرام عليكم ألا يكفينا ما نحن فيه من خراب؟ هل هذا وقت التلاوم؟ قل له هذا الولد هو المخصئ إن الجدال قادنا إلى الخصام وهذا ما كنت أخشاه وأحسب حسابه ماذا تقول؟ لقد اشتركنا جميعا في جريمة واحدة إن أحدنا قد فكر في الجريمة ولكننا جميعا اشتركنا فيها أنت في الحقيقة لم تشاركنا بل شاركتكما بالسكوت عن الخطأ وعدم الاعتراض دعونا الآن مما حدث ولنتأمل الدرس أي درس؟ لنسأل أنفسنا لماذا عاقبنا الله بالحرمان؟ كانت غياننا هو السبب لنعترف بذلك إننا في الحقيقة ارتكبنا جريمتين لا جريمة واحدة كيف؟ الأولى أننا حرمنا المساكين من الصدقة الواجبة والثانية؟ كنا نتصور أن العطاء من المال ينقص المال واكتشفنا الآن واكتشفنا أن البخل هو الذي يضيع المال لا الصدقة فطاف عليها طائف من ربك وهم نائمون فأصبحت كالصريم فتنادوا مصبحين أن اغدوا على حرثكم إن كنتم صارمين فانطلقوا وهم يتخافتون ألا يدخلنها اليوم عليكم مسكين وغدوا على حرب قادرين فلما رأوها قالوا إنا لضالون بل نحن محرومون قال أوسطهم ألم أقل لكم لولا تسبحون قالوا سبحان ربنا إنا كنا ظالمين فأقبل بعضهم على بعض يتلاومون قالوا يا ويلنا إنا كنا طاغين عسى ربنا أن يبدلنا خيرا منها إنا إلى ربنا راغبون كذلك العذاب ولعذاب الآخرة أكبر لو كانوا يعلمون أيها الخادم ماذا قلنا؟ معذرة نسيت أيها الأخ الخادم الطيب هل يمكن أن تحضر لنا طعام العشاء؟ أيها الخادم الطيب الجميل أرجوك أن تسرع فنحن نتدور جوعا لقد أحضرته فعلا يا سيدي أين هو؟ إنني لا أراه إنه أمامك يا سيدي ما هذا المزاح؟ كيف تجرؤ؟ ماذا قلنا؟ ألا ترى أنه يسخر منا؟ معاذ الله لقد أحضرت لك كل ما في البيت من طعام هل تظننا دواج لنأكل خبزا يابسا؟ هذا ما نأكله نحن كل يوم يا سيدي لا بأس أمرنا لله هل لديك المزيد من الخبز اليابس؟ لو كان هناك المزيد لقدمته يا سيدي في الحال انتظر يا سيد انتظر اترك لنا شيئا وقد بيعنا كل ما نملك الأثاث الخيول حتى ملابسنا الحريرية واستبعدنا كل الخدم ونوفر في النفقات قدر ما نستطيع سنظل على تلك الحال إلى أن نموت لا شيء يبقى على حاله يا أخي والأيام دول لقد عرفنا خطأنا وندمنا على ما فعلنا المهم الآن كيف نجد طعامنا كل يوم لا يا أسد ليس الطعام هو المهم الآن وما هو الشيء المهم في رأيك أن نخلص التوبة أن نعزم على عدم العودة إلى ما كنا عليه من طمع وبخل وأنانية هل تظن أن الله يقبل توبتنا؟ إن الله تعالى وعد بقبول التوبة إن كانت صادقة إن جريمتنا في الحقيقة أكبر من أن يغفرها الله لنا هذا ذنب جديد ترتكبه كيف؟ أن تعتقد أن جريمتك أكبر من عفو الله أو غفرانه إن رحمة الله وسعت كل شيء وبعد أن أدرك أصحاب الجنة خطأهم وتابوا إلى الله توبة نصوحة بدلهم الله أرضا خيرا من أرضهم فاشتهدوا في زراعتها أحضرت لكم البذور التي نحتاجها جئك في وقتك لقد أتممنا حرث الأرض الحمد لله الذي أعاننا بالجهد ويسر لنا شراء هذه الأرض سبحان الله العظيم هذه بشارة خير تفضل يا سيد شيبون أرجو أن تأكل من هذا اللحم لقد أكلت يا بني أكثر من طاقتي بالهناء والشفاء تفضل يا جدتي هذا الصنف جيد لا يحتاج إلى العناء في المطر سأحمل عنك الإناء الكبير إنه ثقيل عليك يا زوجتي تأكدي أن النساء يأكلن جيدا سبحان من هذا عطاءه وتلك نعمته اللهم أعننا على شكرك وذكرك واجعلنا من المقبولين سبحانك يا الله يا إلهي كيف حدث هذا لقد أغلق البحر أمواجه على فرعون وجنوده لم يترك منهم نفر على قيد الحياة لا أستطيع أن أصدق ما أرى لقد انتهى جيش فرعون الذي طالما أذاقنا الذل والعبودية والهوان كيف فعل موسى هذا إنه لنبي حقا لقد ارتحنا من فرعون وجنوده بضربة عصا واحدة إنني لا أصدق ما أرى هل أنا أحلم؟ واحتفل العبيد وأكلوا وشربوا وطربوا ورقصوا فرحا بغرق فرعون وجنوده وطوصف حفى الذل والعبودية للأبد وسجد موسى لله شكرا لأنه نجاه هو وقومه من فرعون إلى الأبد وسار موسى والعبيد وراءه إلى ميقات ربه وتوغل في الصحراء أكثر وأكثر وأكثر فلنسترح قليلا يا موسى قد أنهكنا السير إننا نسير منذ يومين ولم نذق طعم النوم نعم نريد أن نستريح لقد تعبنا إنهم عبيد بني إسرائيل الفارين من فرعون نعم لقد سمعت عنهم وهذا هو نبيها ورسول بني إسرائيل إن اسمه موسى وهذا هذا هارون أخوه وقد نجانا هو وربه من فرعون وجنوده لقد ابتلعاهم البحر وأغرقهم عن بكرة أبيهم هل ترون هذه العصى؟ نعم نعم لقد فلق موسى بها البحر فأصبح كل فرق كالطوض العظيم فمررنا وسط الماء إلى الشط الآخر وأسرع فرعون وجنوده وراءنا بالدخول إلى البحر ولكننا مررنا بسلام إلى آخر فرد ثم التحمت أمواج البحر وغارق فرعون وجنوده فيه كيف فعل موسى هذا؟ إذن فهو ساحر عليم يقول إنه مرسل من رب العالمين هيا كفاك كلاما وبعد مسيرهم ليومين متواصلين دخل موسى مع قومه على قرية كان أهلها يعبدون الأصنام انظري إنهم يسجدون لآلهتهم إنهم قوم صالحون يا ليت لنا مثل آلهتهم هذه يا موسى يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آله نريد إلها نقدم له القرابين والصلوات نريد إلها نراه نعم 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 اجعل لنا إلها وجاوزنا ببني إسرائيل البحر فأتوا على قوم يعكفون على أصنام لهم قالوا يا موسى اجعل لنا إلها كما لهم آلهة قال إنكم قوم تجهلون وهكذا طلب العبيد من موسى أن يكون لهم إلها كما لهؤلاء القوم إله وغضب موسى منهم وهاله ما قد سمع ووقعوا في الشرك مرة أخرى ولم يمضي على نجاتهم بضعة أيام وبعد أن سمعوا ما قال موسى وراء غضبته أكملوا المسير وراءه وبعد أن سار موسى بقومه خارجا من القرية التي كان أهلها يعبدون الأصنام دخل على سيناء ومروا من أمام جبل الطور وجاء أمر رب العالمين لسيدنا موسى عليه السلام بالذهاب إلى أعلى جبل الطور لميقات ربه وأخبر موسى أخاه هارون بما أمره الله به أخبره أنه سيعود إلى جبل الطور بمفرده ليلاقي ربه وأمره أن يستخلفه في قومه وهكذا ترك موسى العبيد في يد هارون وبدأ رحلة الصعود إلى الجبل وصل موسى أعلى قمة جبل الطور وقد كان صائما فتم ميقات ربه أربعين ليلة وحانت اللحظة وجاء الوقت الذي سيسمع فيه موسى صوت الحق عز وجل وانتهى ميقات موسى مع ربه بعد أن أنزل عليه الوصايا وأراد أن يعود إلى قومه فقال له الله عز وجل فإنا قد فتنا قومك من بعدك وأضلهم السامري وأسرع موسى في الرجوع إلى قومه وهو يستشيط غضبا وفي يده الألواح التي بها الوصايا العشر وقد كان السامري نحاتا للأصنام من قبل وبعد أن ذهب سيدنا موسى لميقات ربه قام بإخراج العجل لبني إسرائيل ليعبدوه وواعدنا موسى ثلاثين ليلة وأتممناها بعشر فتم ميقات ربه أربعين ليلة وقال موسى لأخيه هارون خلفني في قومي وأصلح ولا تتبع سبيل المفسدين ولما جاء موسى لميقاتنا وكلمه ربه قال رب أرني أنظر إليك قال لن تراني ولكن انظر إلى الجبل فإن استقر مكانه فسوف تراني فلما تجلى ربه للجبل جعله دكا وخر موسى صعيقا فلما أفاق قال سبحانك تبت إليك وأنا أول المؤمنين قال يا موسى إني اصطفيتك على الناس برسالاتي وبكلامي فخذ ما آتيتك وكن من الشاكرين وكتبنا له في الألواح من كل شيء موعظة وتفصيلا لكل شيء فخذها بقوة وأمر قومك يأخذوا بأحسنها سأريكم دار الفاسقين فلتستغفروا إلهكم ولتبكوا ولتتوبوا إليه استغفروا على ما فات واطلبوا منه الرحمة فيما هو آت هني أن لكم يا بني إسرائيل فقد جاء ربكم إليكم أخيرا هيا اطلبوا منه ما تشاءون اطلبوا لتجدوا وها هو هارون آتني إليكم لكي يسجد معكم للإله اسجد يا هارون ها هو إلهك وإله بني إسرائيل اسجد اسجد إلى أن يأتي موسى ويسجد هو الآخر معنا وتفاجأ هارون بما رأى ولم يصدق ما يحدث وقال للعبيد والغضب يتملكه أيها العبيد إن هذا ليس إلهكم وإنه عمل شيطاني من أعمال السامري يريد به أن يضلكم عن طريق الحق يريدكم أن تشركوا بالله ما ليس لكم به علم وطلب منهم أن لا يسجدوا لهذا الصنم وليعودوا إلى عبادة الله ويستغفروا ربهم على ما صدر منهم لا تخدع العبيد يا هارون أنت تعلم أن هذا هو إلهك وإله بني إسرائيل فلتسجد له ولا تتكبر حتى لا يأخذك العذاب الأليم اتق الله يا سامري ولا تلقي بنفسك وبالعبيد في التهلك هل تريد أن يعود العبيد إلى الشرك بالله مرة أخرى؟ هل تريدهم أن يضلوا بعد أن هداهم الله؟ حذاري مما تقول يا رجل إن هذا الكلام حرام عليك وسيغضب إلهك مما تقول نعم إن هذا هو إلهنا إن قلبي يحدثني أن هذا هو إلهنا وها أنا أسجد له وأطلب منه الرحمة والمغفرة هيا اسجدوا مع هذا العبد المؤمن ولا تسمعوا كلام المضلين اذهب يا هارون أنت ومن معك وإلا أصابك بطشنا وأنت تعلم أن بطشنا أليم شديد اذهب نعم اذهب بعيدا هيا 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 واتخذ قوم موسى من بعده من حليهم عجلا جسدا له خوار ألم يروا أنه لا يكلمهم ولا يهديهم سبيلا اتخذوه وكانوا ظالمين وظل هارون يدعو قومه ليلا ونهارا ليخبرهم أن هذا العجل عمل من عمل الشيطان وأن ربهم أكبر من أي شيء وطلب منهم أن يتوبوا إلى الله عز وجل ويستغفروه وأخذ يذكرهم بمعجزات الله التي أنقذهم بها وتكريمه لهم ورعايته وقال لهم إن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري فأصموا آذانهم عنه ورفضوا كلماته لأن النفوس التي اعتادت على الشرك صعب أن تخرج منه وظلوا على كفرهم إلا قليلا جدا لم يضلوا معهم واستضعف العبيد هارون وكادوا يقتلونه وأنهوا المناقشة معه إلى أن يأتي موسى ولقد قال لهم هارون من قبل يا قوم إنما فتنتم به وإن ربكم الرحمن فاتبعوني وأطيعوا أمري قالوا لن نبرح عليه عاكفين حتى يرجع إلينا موسى وجاءت اللحظة ووصل موسى إلى قومه ووصل إلى أسماعه أصوات الاحتفال اطلبوا من الإله كل شيء اطلبوا منه المال والوطن اطلبوا منه المملكة ابكوا تحت قدميه وجد موسى العبيد ساجدين للعجل وجن جنونه وثار لبه ولم يصدق ما يرى أمامه ورأى العبيد وجه موسى وقد اكتسى بعلامات الغضب صرخ موسى في العبيد صرخ وغضب وجهل وقال قولته بئس ما خلفتموني من بعدي قالها ثم ألقى الألواح من بين يديه وأسرع إلى أخيه هارون وهو يستشيط غضبا وأمسك موسى هارون من شعر رأسه ولحيته وشده نحوه وهو يرتعش من قمة الغضب وقال لهارون يا هارون ما منعك إذ رأيتهم ضلوا ألا تتبعني أفعصيت أمري وقال هارون بضعف نموسى يا ابن أم لا تأخذ بلحيتي ولا برأسي فسأله موسى لماذا لم يدمر هذا الصنم الذي سجدوا له إنه بهذا قد اشترك معهم في الخطأ ولكن هارون يرد عليه قائلا إني خشيت أن تقول فرقت بين بني إسرائيل ولم ترقب قولي وقال له كذلك بوهن وضعف يا ابن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمد بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين وأدرك موسى أنه ظلم هارون وأدرك أن هارون تصرف أفضل تصرف ممكن في هذه الظروف ولما رجع موسى إلى قومه ربان أسفا قال بئس ما خلفتموني من بعدي أعجلتم أمر ربكم وألقى الألواح وأخذ برأس أخيه يجره إليه قال بن أم إن القوم استضعفوني وكادوا يقتلونني فلا تشمت بي الأعداء ولا تجعلني مع القوم الظالمين قال رب اغفر لي ولأخي وأدخلنا في رحمتك وأنت أرحم الراحمين إن الذين اتخذوا العجل سينالهم غضب من ربهم وذلة في الحياة الدنيا وكذلك نجزي المفترين فترك رأس أخيه والتفت إلى قومه وقال لهم بغضب شديد كيف ضللتم الطريق وعبدتم هذا الصنم كيف تسجدون للصنم بعد أن عافاكم الله من عبادة الأوثان ألم تروا بأعينكم ما حدث لفرعون ولكل من عبده ولكل من سجد للأصنام ألم تدركوا بعقولكم وقلوبكم أن هذا ليس إلهكم لماذا لم تسمعوا قول هارون ألم تستطيعوا الصبر قليلا حتى أعود إن الزنب كله يقع على السامري يا موسى لقد أضلهم وأخرج لهم العجل بعد أن صهر الذهب في الأفران إنه سبب كل ذلك وغضب موسى أكثر بعد أن سمع كلام المرأة وتقدم موسى من السامري وقال له والغضب يأكله ما خطبك يا سامري سامحني يا موسى لقد بصرت بما لم يبصروا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها على الذهب وكذلك سولت لي نفسي لقد أضلني الشيطان يا موسى بعد أن هداني الله سامحني يا موسى سامحني ودع ربك أن يسامحني على ما بدر مني ولكن موسى قد دعا عليه وقال له أن يذهب ولا يقترب منه وعقوبته أن لا يقترب منه أحد ولا يمسه أحد وأنه سينتظر موعد عقابه واستجاب له ربه وظل السامري بقية عمره وحيدا منبوذا لا يمسه أحد ولا يختلط به أحد من العبيد عقابا له على مسه ما لم ينبغي عليه مسه وأمر سيدنا موسى بني إسرائيل بإشعال النار وإلقاء العجل فيها حتى يصبح رمادا ويرى الجميع أنه صنم لا يضر ولا ينفع ولم يكتفي موسى بصهر العجل أمام أعين العبيد بل حمله بعد أن صار رمادا وذهب وألقى به في البحر وتحول العجل المعبود إلى رماد رماد يتطاير أمام أعين العبيد الضالين ثم ارتفع صوته قال فما خطبك يا سامري قال بصرت بما لم يبصوا به فقبضت قبضة من أثر الرسول فنبذتها وكذلك سولت لي نفسي قال فاذهب فإن لك في الحياة أن تقول لا مساس وإن لك موعدا لن تخلفه وانظر إلى إلهك الذي ظلت عليه عاكفا لنحرقنه ثم لننسفنه في اليمن أسفا قبضت موسى وقال للعبيد الذين معه إنما إلهكم الله الذي لا إله إلا هو وسع كل شيء علما والتفت موسى إلى قومه وهو ما يزال غاضبا وحكم في القضية كلها وأفهمهم أنهم ظلموا أنفسهم باتخاذهم العجل إلها وقال إن التوبة من هذا الجرم أن يقتل نفسه كل من سجد للعجل جزاء لما فعل فأمر موسى العبيد أن يقتل كل رجل أخاه وكل واحد صاحبه حتى قتل في ذلك اليوم ثلاثة آلاف رجل وتوسل العبيد إلى موسى فلترحمنا يا موسى من هذا العقاب إننا أخطأنا واتبعنا أهواءنا أدعو ربك أن يغفر لنا ارحمنا يا موسى فلترحمنا يا موسى وبعد أن بك العبيد ورجوا موسى أن يسامحهم على فعلتهم عف الله عنهم وسامحهم إنه التواب الرحيم وبعد أن سامحهم الله زال الغضب من موسى والتفت إلى مهمته الأصلية وإذ قال موسى لقومه يا قوم إنكم ظلمتم أنفسكم باتخاذكم العجل فتوبوا إلى بارئكم فاقتلوا أنفسكم ذلكم خير لكم عند بارئكم فتاب عليكم إنه هو التواب الرحيم وذهب إلى الألواح الملقات أرضا والتقطها وقرأ ما فيها على قومه وأمرهم في البداية أن يأخذوا بأحكامها بقوة وعزم واستمع الكل إلى الوصايا وبدأ قوم موسى في مساومته على الحق الذي أنزر في الألواح إنشر علينا الألواح يا موسى فإن كانت أوامرها ونواهيها سهلة قبلناها نريد لكل واحد منا نسخة حتى نقرأ ما في الألواح بتأن وروية ولكن موسى يقول لهم اقبلوا ما فيها ولكنهم راجعون مرارا وتكرارا إلى أن أمر الله ملائكته أن ترفع الجبل فرفعته فوق رؤوسهم كأنه غمامة ولما رأى العبيد الجبل كادوا يموتون من الرعب والخوف خشية أن يقع عليهم الرحمة يا موسى سيقع الجبل فوق رؤوسنا ويقترنا لماذا تفعل هذا بنا يا موسى وقال لهم موسى إن لم تقبلوا ما في الألواح سقط عليكم ذلك الجبل قبلنا يا موسى قبلنا ما في الألواح يا موسى نعم قبلنا ثم أمرهم موسى بالسجود إلى الله فوضعوا خدودهم على الأرض وهم ينظرون لأعلى إلى الجبل بخوف ورعب وهكذا أثبت قوم موسى أنهم لا يسلمون لله وجوههم إلا إذا لويت أعناقهم بمعجزة حسية باهرة تلقي في قلوبهم الرعب وتثني الأقدام نحو السجود ولما سكت عن موسى الغضب أخذ الألواح وفي نسختها هدى ورحمة للذين هم لربهم يرهبون ونادى سيدنا موسى قومه إلى ضفة النهر ليخبرهم بأمر مهم وبعد أن اجتمع العبيد أخبرهم موسى بما يريد أمر موسى علماء بني إسرائيل وخيارهم أن يستغفروا الله ويتوبوا إليه ثم أخبرهم أنه سيختار منهم سبعين رجلا لكي يخرجوا معه لملاقات ربهم الذي أمره بهذا ويخبرهم موسى أن هؤلاء السبعين رجلا سوف يدعون الله أن يتوب عليهم جميعا مما فعلوه سابقا وهل يجوز أن نستغفر الله على ذنوب لم نفعلها يا موسى هل يجوز أن نحمل أوزارنا وأوزار العبيد فليستغفر الله كل منا بلسانه ما لنا نحن وذنوب باقي العبيد يا لكم من مجادرين ويجيب موسى أن العلماء ورثت الأنبياء وهم الذين يحملون العلم بعدهم وهم المسؤولون الأوائل عما حدث في واقعة العجل ولأنهم عبدوا العجل مع العبيد يقع عليهم الذنب الأكبر لقد فتنا جميعا يا موسى ولقد عفى عنا ربك وأنت رأيت هذا ولكن موسى لم يعبأ بحديثهم كثيرا وبدأ في اختيار السبعين رجلا وسط صمت العبيد جميعا وكان كل من يسمع اسمه يقف وهو يتنهد في ضيق ويجز على أسنانه بغيظ يا ذا حظي المشؤوم أف لك يا موسى لماذا أنا بالذات دونا عن كل العبيد واختار موسى السبعين رجلا وخطب فيهم قائلا لقد اختارهم الله للذهاب معه وهذه نعمة كبيرة وفضل من الله ولكنهم لم يحبوا لقاء الله ومن لم يحب لقاء الله فإن الله لا يحب لقاءه وجاء السبعون رجلا إلى موسى ثم قال لهم موسى بعد أن رآهم أمامه انطلقوا إلى الله فتوبوا إليه مما صنعتم واسألوه التوبة على ما تركتم وراءكم من قومكم صوموا تطهروا طهروا ثيابكم واقترب موسى ومن معه من الجبل وبات على بعد أمتار منه إنه جبل الطور ودنى موسى من الجبل أكثر والرجال واقفون مكانهم وفجأة حدث شيء غريب فإذا بعمود من الغمام تنشق عنه السماء ويتغش الجبل كله ما هذا الذي يحدث؟ ودخل موسى في الغمام أكثر وفجأة نزل عمود نور ساطع باهر من السماء على جبهة موسى وقع نور ساطع لا يستطيع أحد من البشر أن ينظر إليه أو يطيق احتماله وضرب الحجاب على موسى ولم يعد يراه أحد من السبعين رجلا وكلم الله موسى تكليما وسمع الرجال صوت الله عز وجل وهو يكلم موسى ما هذا الصوت؟ من الذي يكلم موسى؟ هل تسمعون ما أسمع؟ نعم نعم نسمع نسمع صوت من هذا؟ صوت من هذا؟ اسمتوا حتى نسمع ماذا يقول واختر موسى قومه سبعين رجلا لميقاتنا فلما أخذتهم الرجفة قال رب لو شئت أهلكتهم من قبل وإياي أتهلكنا بما فعل السفهاء منا إن هي إلا فتنتك تضل بها من تشاء وتهدي من تشاء أنت ولينا فاغفر لنا وارحمنا وأنت خير الغافرين وانقشع الغمام وعاد الأمر كما كان قبل الغمام ووقف موسى والرجال وجها لوجه ما هذا الذي حدث يا موسى؟ فلتخبرنا بقصة ما حدث يا موسى وما هذا الصوت الذي سمعناه؟ وأخبرهم موسى أن الصوت الذي سمعوه هو صوت الله عز وجل لقد كنت أسمع الصوت من جميع الاتجاهات ويخبرهم موسى أن الله ليس كمثله شيء في الأرض ولا في السماء وأنهم محظوظون أنهم سمعوا صوت الله ولكن كيف لنا أن نتأكد يا موسى أن ما سمعناه هو صوت الله؟ نعم نعم كيف نتأكد؟ من الممكن أن يكون سحرا أو شيئا من هذا القبيل أو أن أحد الناس دخل في الغمام عندما غشينا الضوء وقال ما قال نعم نعم ما يقول من الممكن أن هذا ما حدث لقد سمعنا الصوت يا موسى ولكننا نريد أن نرى صاحب الصوت إن كان هذا صوت الله فإننا نريد أن نرى الله ودهش موسى مما يقولون وأخبرهم أنه لا يجوز أن يروا الله أخبرهم بقصة الصعق التي حدثت له فوق جبل الطور عندما طلب نفس الطلب من الله وأخبرهم أنهم لن يستطيعوا أن يروا الله وهم على هذه الهيئة البشرية ولكنهم لم يقتنعوا بكلامه ما هذا الكلام الذي تقوله؟ انظر يا موسى لقد أخذتنا معك كل هذه المسافة وتركنا أهلنا وديارنا كي نلقى ربك وفي النهاية تقول إننا لن نستطيع أن نرى الله يا موسى أنا لن أؤمن لك حتى نرى الله جهرا وبعد أن قالوا كلمتهم وشددوا على رؤية الله كي يؤمنوا لموسى ظهرت نظرات الخوف على وجه موسى وما هي إلا ثوان حتى حدث ما لا يحمد عقباه أنقذنا يا موسى أنقذنا 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 يا موسى وصعق الرجال ووقعوا موتا لأنهم طلبوا أن يروا ما لا يدوز أن يروا وإذ قلتم يا موسى لن نؤمن لك حتى نرى الله جهرة فأخذتكم الصاعقة وأنتم تنظرون توسل موسى إلى الله أن يغفر لهم ما فعلوه وأخبرهم أنهم قوم سفهاء لا يعرفون عاقبة الطلب الذي طلبوه منه وظل يتوسل ويفكي إلى الله وغفر لقومه فأحياهم الله بعد موتهم إنه هو الغفور الرحيم وعاد الرجال إلى الحياة مرة أخرى وقال لهم موسى أنهم طلبوا شيئا يستحيل أن يحدث وأخبرهم أن من نعمة الله عليهم أنه بعثهم بعد موتهم إلى الحياة مرة أخرى لطفا ومغفرة منه لأنهم إن بعثوا على ما كانوا عليه لا بعثوا على الكفر وأن من يبعث على الكفر يرث جهنم وبئس المصير ثم استمع المختارون في هذه اللحظة إلى النبوءة التي تبشر بمجيء محمد صلى الله عليه وسلم وعاد موسى بقومه بعد أن ذهب لميقات ربه وبعد أن طلب من الله أن يغفر للقوم خطيئتهم أجابه الله إلى ذلك وأمره أن يذهب بالقوم إلى الأرض المقدسة شخص من بني إسرائيل ثم بعثناكم من بعد موتكم لعلكم تشكرون وظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ قلنا دخلوا هذه القرية فكلوا منها حيث شئتم رغدا ودخلوا الباب سجدا وقولوا حطة نغفر لكم خطاياكم وسنزيد المحسنين وما زال موسى يجلس مع القوم يعلمهم وينصح لهم ويشدد عليهم أن لا يعصوا الله ما أمرهم وأن يأخذوا بما جاء في التوراة وأن يعملوا للآخرة ويخبرهم أن الدنيا دار ابتلاء وأن الآخرة هي دار الجزاء وأن من يعمل مثقال ذرة خيرا يرى ومن يعمل مثقال ذرة شرا يرى وأن الله واحد ليس له شريك في ملكه وأن كل من يبتغي غير الله فقد أثم وكفر وجزاؤه النار ولكن العبيد هم العبيد بعنادهم وكفرهم وعدم تصديقهم لموسى وأمر الله تعالى موسى أن يسير بقومه نحو بيت المقدس بعد أن ظل قوم موسى يرحون عليه في طلب مملكة لهم وبدأ موسى في التحرك نحو بيت المقدس ووراءه العبيد وسط سخط الكثرة ورضاء القلة منهم يا لها من رحلة شاقة وإذ قال موسى لقومه يا قوم اذكروا نعمة الله عليكم إذ جعل فيكم أنبياء وجعلكم ملوكا وآتاكم ما لم يؤت أحدا من العالمين يا قوم إنما هذه الحياة الدنيا متاع وإن الآخرة هي دار القرار من عمل سيئة فلا يجزى إلا مثلها ومن عمل صالحا من ذكر أو أنثى وهو مؤمن فأولئك يدخلون الجنة فأولئك يدخلون الجنة يرزقون فيها بغير حساب وعندما وصل موسى مع بني إسرائيل إلى أسوار بيت المقدس أراد موسى إخبار قومه بما أمره الله أن يدخلوا بيت المقدس ويقاتلوا أهلها ليخرجوهم منها ويسكنوها ولما قال لهم قالوا إنني معك يا نبي الله ولكن يجب أن نخبر باقي عبيد بما تريده لنا من خير سأخرج لأخبرهم انتظر انتظر أيها العالم فلتخبرهم في الصباح دعهم الآن نائمين وفي الصباح نخبرهم ونشرح لهم كل شيء ما هذا الذي يقوله موسى هل يريدنا أن ندخل بيت المقدس ونقاتل من فيه إننا ما خرجنا من مصر كي نقاتل أنا لن أقاتل أحدا ولا أنا ولا أنا ما لي أنا والقتال إذن هيا لنخبر العبيد بما قال موسى وهارون ونحذرهم مما يدفعوننا إليه وننصحهم ألا يسمعوا كلامه هيا 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 وفي الصباح عندما اجتمع القوم يا موسى لن نستطيع محاربة قوم بني المقدس إننا عبيد ضعفاء وقومها جبارون فلتبحث لنا عن مدينة أخرى لكي ندخلها ونقاتل أهلها نحن نعلم ما فعلته أنت وربك لنا يا موسى ولكننا لن ندخلها ما داموا فيها سندخلها إذا خرجوا منها كيف يخرجون منها هكذا؟ ما هذا الذي تقول؟ إننا لن ندخلها حتى يخرجوا منها أجل أجل حتى يخرجوا منها وظل موسى يدعو قومه للقتال كل يوم إلى أن توقحوا على موسى لقد مللنا هذا الحديث يا موسى وأنت تعرف نيتنا منذ أول يوم دعوتنا فيه للقتال لقد قلنا لك إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها ما داموا فيها ادخلوا عليهم من الباب فإذا دخلتموه فإنكم غالبون وعلى الله توكلوا إن كنتم مؤمنين إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك وقاتل يا موسى إنها هنا قاعدون أجل أجل إنها هنا قاعدون أجل إنها هنا قاعدون أجل يا موسى يا قوم دخلوا الأرض المقدسة التي كتب الله لكم ولا ترتدوا على أدباركم فتنقلبوا خاسرين قالوا يا موسى إن فيها قوما جبارين وإنا لن ندخلها حتى يخرجوا منها فإن يخرجوا منها فإنا داخلون قال رجلان من الذين يخافون أنعم الله عليهم أدخلوا عليهم الباب أدخلوا عليهم الباب فإذا دخلتوا فإنكم غالبون وعلى الله فتوكلوا وعلى الله فتوكلوا إن كنتم مؤمنين قالوا يا موسى إنا لن ندخلها أبدا ما داموا فيها فاذهب أنت وربك فقاتلا إنا ها هنا قاعدون وبعد أن رفض العبيد دخول بيت المقدس ومحاربة من فيه لكي تعلوا كلمة الحق وبعد أن شكى موسى لربه ما فعله العبيد معه وبعد أن أيقن أنهم لن يدخلوا بيت المقدس دعا الله أن يفرق بينه وبين القوم الفاسقين واستجاب الله لموسى وأنزل غضبه على عبيد بني إسرائيل وحرم عليهم دخول مدينة بيت المقدس أربعين سنة وجعلهم يتيهون في الصحراء هذه الأربعين سنة وبدأت سنوات التيه والغضب وتعطل حلمهم بعد أن كان على بعد خطوات قليلة منهم وحزن موسى بعدما علم بأمر الله ولكن الله عز وجل قال له فلا تأسى على القوم الفاسقين وكان موسى حزينا يفكر فيما فعله اليهود بأنفسهم وكيف عصوا الله بعد أن نجاهم من فرعون وكيف لم يطيعوه بعد أن أمرهم بدخول بيت المقدس وصبر موسى على العبيد كي يكمل رسالته ودخل العبيد على المجاعة بعد أن نفذ طعامهم وشرابهم قال رب إني لا أملك إلا نفسي وأخي فافرق بيننا وبين القوم الفاسقين قال فإنها محرمة عليهم أربعين سنة يتيهون في الأرض فلا تأسى على القوم الفاسقين إن طعامنا قارب على الانتهاء يا موسى وما زلنا في الصحراء التي ليس بها زرع ولا ماء من أين سنأتي بالطعام يا موسى أخبرنا ودعا موسى ربه فاستجاب له وأرسل عليهم سحابة تقيهم حرارة الشمس أنزل لهم الله من السماء المن وطيور السلوى حتى يأكلوا ويسدوا جوعهم وأكل بنو إسرائيل المن والسلوى وأنقذهم موسى من الموت جوعا في الصحراء وبدأ ينفذ الماء وبدأ يقتل بعضهم بعضا من أجل الماء فذهبوا لسيدنا موسى وطلبوا منه أن يدعوا ربه ليرزقهم الماء افعل شيئا يا موسى ادعو لنا ربك ادعو لنا ربك لكي ينزل علينا ماء كما أنزل المن والسلوى أنا أطشان ادعو لنا ربك افعل شيئا يا موسى ادعو لنا افعل شيئا يا موسى وساد الهرج والمرج وعلت الأصوات التي تطالب بالماء ودعا موسى ربه وأمره الله أن يضرب بعصاه الحجر فانشقت منه اثنتا عشرة عينا وعلم كل سبط من الأسباط لاثني عشر اليهود مشربهم من الماء واخبرهم موسى أن الماء قسمة بينهم ولكن لم ينتهوا عند هذا الحد بعد كل ما أنعم الله به عليهم ما زالوا يشتكون ظللنا عليكم الغمام وأنزلنا عليكم المن والسلوى كلوا من طيبات ما رزقناكم وما ظلمونا ولكن كانوا أنفسهم يظلمون وإذ استسقى موسى لقومه فقلنا اضرب بعصاك الحجر فانفجرت منه اثنتا عشرة عينا ومن قد علم كل أناس ما شربهم كلوا واشربوا من رزق الله ولا تعثوا في الأرض مفسدين أفن له من طعام لقد سأمت لا يوجد غير المن والسلوى عندك يا موسى وهكذا سأم بني إسرائيل من طعام المن والسلوى وذهبوا إلى موسى يشكون إليه يا موسى يا موسى لقد سأمنا من طعام المن والسلوى إننا نريد العدس والفول والبقول والخضروات ادعو لنا ربك أن يخرج لنا هذا الطعام من أرض سيناء وعاد موسى ينبههم إلى ظلمهم لأنفسهم ودعاهم إلى الصبر حتى يأتي أمر الله ولكنهم ضدروا منه ولم يسمعوا له وقال موسى مستنكرا عليهم أتطلبون هذه الأطعمة التي هي أقل قدرا وتتركون هذا الرزق النافع الذي اختاره الله لكم اهبطوا هذه البادية إلى أي مدينة تجدوا ما اشتهيتم ولما هبطوا تبين لهم أنهم يقدمون اختياراتهم دائما على اختيار الله لذلك لازمتهم صفة الذل وفقر النفوس وإذ قلتم يا موسى لن نصبر على طعام واحد فدع لنا ربك يخرج لنا مما تنبت الأرض من بقلها وقثائها وفومها وعدسها وبصلها قال أتستبدلون الذي هو أدنى بالذي هو خير اهبطوا مصرا فإن لكم ما سألتم وضربت عليهم الذلة والمسكنة وباءوا بغضب من الله ذلك بأنهم كانوا يكفرون بآيات الله ويقتلون من النبيين بغير الحق ذلك بما عصا وكانوا يعتدون وتمر السنون السنة وراء السنة وتتعاقب الفصول وما زال بني اسرائيل في التيه في تيه الصحراء لا يعرفون لهم وجهة ولا قصدا يسيرون وراء موسى الذي يعلم جيدا أنهم سيظلون على هذه الحال أربعين سنة سيظلون تائهين وفي يوم من الأيام كان موسى يخطب في بني اسرائيل ويدعوهم إلى الله ويحدثهم عن الحق ويبدو أن حديثه كان جامعا مانعا رائعا فبدى كما لو كان يلخص حكمة الدنيا في السطور التي قالها تحدث معهم كيف أهلك الله قارون وفرعون وكل من أراد بهم سوءا وذكرهم بقصة عبور البحر ذكرهم بالمن والسلوى والينابيع التي تفجرت في الأرض وكيف اصطفاه الله ليكون نبيا لبني اسرائيل وكيف رأوا المعجزات بأعينهم لم يترك شيئا إلا وذكرهم به يا له من حديث لقد أجاد موسى الحديث هذه المرة أكثر من أي مرة أخرى من أين أتى بهذا الكلام إنه لم يترك شيئا إلا وتحدث فيه وانتهى موسى من خطابه الرائع وكان بني اسرائيل جميعا معجبين بالحديث الذي لم يسمعوا مثله من قبل ولقد أرسلنا موسى بآياتنا أن أخرج قومك من الظلمات إلى النور وذكرهم بأيام الله إن في ذلك لآيات لكل صبار شكور وإذ قال موسى لقومه اذكروا نعمة الله عليكم إذ أنجاكم من آل فرعون يسوهونكم سوء العذاب ويذبحون أبناءكم ويستحيون نساءكم وفي ذلك بلاء من ربكم عظيم وإذ تأذن ربكم لئن شكرتم لأزيدنكم ولئن كفرتم إن عذابين شديد وقال موسى إن تكفروا أنتم ومن في الأرض جميعا فإن الله لغني حميد وهنا قال أحد بني إسرائيل لموسى شيئا جعل الأمور تسير على غير ما يرام لقد كنت حقا عظيما يا موسى في حديث الصباح ولكن هذا لا يمنع أن من الممكن أن يقول أحد غيرك مثل هذا الحديث إن موسى أعلم أهل الأرض جميعا أليس كذلك؟ بلى أنت أعلم أهل الأرض جميعا وهنا أجاب موسى بأنه أعلم أهل الأرض جميعا وبسبب هذه الزلة من لسان موسى ساق الله عتابه لموسى حين لم يرد العلم إلى الله سبحانه وتعالى ثم كلمه الله عز وجل وقال له يا موسى ما يدرك أين يضع الله علمه وأدرك موسى أنه تسرع وعلم أن لله عبدا بمجمع البحرين هو أعلم منه وبعد أن فطن موسى لكل ما حدث وعلم حقا أن الخضر أعلم منه وأنه كان يفعل كل شيء بأمر من الله الذي لا يضر أحدا من عباده قال له أوصني قال الخضر سأوصيك يا موسى لا تكن مشاء في غير الحاجة وإياك واللجاجة ولا تضحك من غير سبب ولا تعير الخطائين بخطاياهم وابكي على خطيئتك ولا تؤجل عمل اليوم إلى الغد يسر الله طاعته عليك يا موسى وداعا يا موسى وداعا يا نبي الله وعاد موسى أدراجه عائدا إلى بني إسرائيل عاد بعد الرحلة العجيبة التي جمعته مع الخضر عاد بعد أن علم أشياء لم يكن يعلمها من قبل وتدور الأيام ويحمل على الأكتاف في نعش من كان البارحة يسير على قدميه وسط العبيد وتفنى العبيد وتولد عبيد وينتهي جيل ويخرج جيل ينتهي جيل عبدة الأصنام الذين قالوا لموسى اجعل لنا إلها ويصعد جيل التيه الذي لم يسجد الأصنام وأوحى الله تعالى إلى موسى أني متوف هارون ومات هارون وأخبر موسى العبيد بأمر هارون بأن الله قد قبض روحه وفزع العبيد وحزنوا على فراق هارون لأنهم كانوا يحبونه بسبب طيبة قلبه وصبره عليهم وهكذا أصبح موسى وحيدا بعد موت هارون لقد مات من كان موسى يشدد به أزرة ويشركه في أمره لك الله يا موسى ويقول العلماء إن موسى عمر مئة وعشرين سنة في الأرض ولكل شيء نهاية والإنسان ولد ليموت والأنبياء بشر ويجري عليهم قانون البشر عندما جاء اليوم الذي سيموت فيه موسى يحدثنا أبو هريرة عن هذا اليوم من لسان أصدق الخلق محمد صلى الله عليه وسلم قال رسول الله صلى الله عليه وسلم جاء ملك الموت إلى موسى فقال له أجب ربك فلطم موسى عين الملك ففقأها فرجع ملك الموت إلى الله عز وجل فقال يا رب إنك أرسلتني إلى عبد لا يريد الموت وفقأ عيني فرد الله عليه عينه فقال ارجع إلى عبدي وقل له آل حياة تريد فإن كنت تريد الحياة فضع يدك على متن ثور فما توارت يداك من شعره فإنك تعيش بعدد كل شعرة لمستها كل شعرة لك بها سنة وذهب ملك الموت إلى موسى وأخبره بما قاله الله له فقال له موسى ثم ماذا قال ملك الموت الموت تموت فقال موسى الآن من قريب واختار موسى الموت وبعدما قال موسى الآن من قريب قال يا رب فادني من الأرض المقدسة رمية حجر إني أريد أن أدفن قريبا منها وآتينا موسى الكتاب وجعلناه هدى لبني إسرائيل ألا تتخذوا من دوني وكيلا في عصر نبي الله العزير عليه السلام وهو أحد أنبياء بني إسرائيل كان يدعو الناس إلى العمل بالثورة والتمسك بالوصايا العشر التي جاء بها موسى عليه السلام بينما كان أغلب القوم يعيشون حياة فاسدة يسودها الغش والكذب والخداع ستذهب اليوم مع سيدي عزير إلى حديقته الجو شديد الحرارة ونحن لازلنا في الفجر كيف يكون الحال عند انتصاف اليوم لا تتكاسل ولا تلعب في الطريق ونفذ أوامر سيدي عزير دون إبطاء هذه مدينة الموتع البشر يسمونها المقابر لا أحبها ولا أشعر بالاطمئنان فيها عندما وصل إلى المقابر قال عزير متعجبا من قدرة الله أنا يحيي هذه الله بعد موتها أخيرا ها هي الحديقة أرتح هنا حتى يجمع سيدي ما يشاء من العنب والتين أحس نبي الله عزير بحاجته إلى الظل وبحاجة حماره أيضا إلى الراحة وكان أقرب الظلال لهما شواهد القبور فذهب إليها هل يأكل سيدي الخبز الجاف المبلل في عصير العنب؟ كان نبي الله عزير عليه الصلاة والسلام يفكر في أمر يحيره وهو أمر البعث كيف يحيي الله هذه العظام بعد موتها بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أن يحيي هذه الله بعد موتها كان على يقين من قدرة الله ولم يكن به شك فقط كان يتساءل في هذه اللحظة حدث أمر شديد الغرابة مات نبي الله عزير في مكانه مات بهدوء كأنما راح في نوم عميق ومات حماره بجواره دون أن يشعر أحد بهما فأماته الله مئة عام ثم بعثه هل سمعت بنبأ اختفاء العزير؟ نعم سمعت أنه لم يعد من ليلة أمس كثير من المؤمنين بالنبي عزير سيذهبون للبحث عنه هل ستذهب؟ لا لا لن أعطل تجارتي وعملي دون مقابل وأنت سأكون معهم بالتأكيد هل ستبحثون في المقابر أيضا؟ يجب أن نفتش في كل مكان لكن دخول المقابر ليلا أمر مخيف معك حق سنكتفي بالنداء ولو كان نائما فسيستيقظ ويرد علينا سيدي عزير سيدي عزير يا نبي الله لا أحد يجيب ربما كان مصابا لا يقدر على السير ولا يقدر على الكلام أيضا لا تضيع الوقت إنه ليس هنا هيا هيا نبحث في مكان آخر ومرت قرابة المئة عام على اختفاء نبي الله العزير ونسي أكثر الناس سيرته السلام عليك يا ولدي اذهبي يا جدتي من هنا صاحب القصر لا يعطي مالا للمحتاجين رحم الله من كانت هذه أرضه اسمعي آيتها السيدة لقد حكيتي لي هذه الحكاية ألف مرة كان هنا مسكن نبي اسمه عزير ولكن هذا منذ زمن مئة عام مهما طالت السنين يا بني الأصل يبقى والخير يدوم أنت امرأة خرفة اذهبي بعيدا لماذا تريد ترضي من هنا إنني أنتصر عودة سيدي العزير أريد فقط أن أطمئن عليه وبعد مئة سنة عادت الحياة إلى نبي الله عزير ووجد أمامه كائنا من نور جليل قال له كم لبث نائما يا عزير أجاب لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام انظر إلى حمارك يا عزير تأمل ما بقي من تراب عظامه ثم انظر كيف يأمر الله الموتى أن يعود إلى الحياة انظر كيف يبحث التراب عن التراب ثم انظر كيف يكسوه الجل انهض أيها الحمار الميت منذ مئة عام أمرك أيها الملك الجليل ما هذا طعام سيدي على حاله لم يفسد كيف متنا مئة عام تحول فيها جسدي إلى تراب وبقي عصير العنب على حاله كيف نظر عزير عليه الصلاة والسلام إلى السماء ثم قال أعلم أن الله على كل شيء قدير قال كم لبثت قال لبثت يوما أو بعض يوم قال بل لبثت مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير ولما عاد نبي الله العزير إلى القرية كان قد تغير كل شيء فيها يا جدتي أرجوك ابتعدي من هنا ولا تؤذينني بوجودك آه ما الذي يضايقك من مروري ببيت سيد العزير لم يعد بيت سيدك مات عزير منذ مئة عام ونسيه الناس هذا الحمار يذكرني بحمار سيدي كأنه هو يا إلهي ما هذه الريح الطيبة آه لكأن سيدي يقف أمامي ابتسم لها نبي الله قائلا أنا عزير أماتني الله مئة عام ثم بعثني حيا آه صوته لكن كيف لي أن أتأكد لم أعد أره لو كنت سيدي عزير نبي الله ادعوه أن يرد علي بصري دعا عزير ربه اللهم أعد إليها بصرها سيدي إنه أنت إنه أنت الحمد لله الحمد لله سأبشر الناس بعودتك هذا أمر لا يمكن تصديقه لا تنس أن العزير نبي والأنبياء تحدث لهم معجزات وما الذي يدرينا أنه أصلا عزير وليس رجلا مداعيا لقد دعا للعجوز فعاد إليها بصرها هذا ليس دليلا كافيا قد يكون طبيبا ماهرا أو ربما يكون ساحرا ما رأيك يا كبير الحكماء كان العزير يخبئ نسخة من ألواح التوراة في حديقة بيته بحث عنها أجدادنا وبحثنا نحن أيضا عنها فلم نجدها فإذا كان هو نبي الله عزيرا فليخرج لنا التوراة هذا هو الدليل الذي نقبله لماذا جلس الرجل وماذا يكتب؟ يقول إنه يكتب التوراة حتى يضاهيها بالنسخة المخبأة بدأت أثق به نعرف أن العزير كان يحفظ التوراة في صدره سامحنا يا نبي الله كان علينا أن نتأكد من شخصيتك لم يساورني شك لحظة واحد سبحان من يحيي ويميت عاش العزير معجزة عجيبة سيدي ينهض لقد أتم الكتابة وكيف لنا أن نعرف أنها ألواح التوراة؟ هذا صحيح لن يوجد بيننا من يعرف التوراة انتظر إنه يشير إلى هذه الشجرة الكبيرة احفروا تحتها إنها الألواح ألواح التوراة نفسها نعم إنها التوراة التي ضاعت من صدورنا ما كنا سنعرفها لو لا سيدي أو زير نعتذر إليك يا نبي الله سامحنا يا نبي الله وانصحنا بسم الله الرحمن الرحيم أو كالذي مر على قرية وهي خاوية على عروشها قال أنا يحيي هذه الله بعد موتها فأماته الله مئة عام ثم بعثه قال كم لبست؟ قال لبست يوما أو بعض يوم قال بل لبست مئة عام فانظر إلى طعامك وشرابك لم يتسنه وانظر إلى حمارك ولنجعلك آية للناس وانظر إلى العظام كيف ننشزها ثم نكسوها لحما فلما تبين له قال أعلم أن الله على كل شيء قدير رأى الناس بعث الموتى أمامهم وعاد إليهم نبي الله عزير عليه السلام وعاد علم التوراة التي أضاعوها وأهملوا العمل بها لم يلتفتوا إلى كل هذا الخير وراحوا ينسدون الأساطير ويرددون الخرافات مدعين أن عزير بن الله تعالى الله علوا كبيرا وقالت اليهود عزير بن الله وقالت النصارى المسيح بن الله ذلك قول بأفواههم يضاهئون قول الذين كفروا من قبل قاتله الله أنا يؤفكون اتخذوا أحبارهم ورهبانهم أربابا من دون الله والمسيح بن مريم وما أمروا إلا ليعبدوا إلها واحدا لا إله إلا هو سبحانه عما يشركون في بيت من بيوت بني إسرائيل لكنه عامر بالقلوب الطيبة المؤمنة عاش الرجل الصالح عمران بن آثام مع زوجته حناء لو أن الله يرزقني بمولود سأهبه لخدمة المحراب وطاعة الله اللهم فاشهد إذ قالت امرأة عمران رب إني نذرت لك ما في بطني محظرا فتقبل مني إنك أنت السميع العليم حمدا لله على سلامتك يا أخت الحبيبة أدعو الله أن يرزقك أنت أيضا بالزرية الصالحة يا إلي سبات آمين يا رب كنت قد نذرت ما في بطني لله تعالى قبل أن أعرف أن المولود أنسى ما هذا التفكير العجيب إننا أمام الله سواء ولكن الزكور لهم القوامة وهم الأقوى في الحروب والشدائد لا ندري أين يكمن الخير ربما تكون هذه الطفلة الهادئة فيها الخير لك وللدنيا كلها أفكر أن أسميها مريم مريم؟ اسم جميل فلما وضعتها قالت رب إني وضعتها أنثى والله أعلم بما وضعت وليس الذكر كالأنثى وإني سميتها مريم وإني سميتها مريم وإني أعيذها بك وذريتها من الشيطان الرجيم أيها القوم لقد أنجبت السيدة حنى مولودتها مريم وإني أرشح نفسي لكفالة الطفلة بعد موت أبيها السيد عمران كبيرنا ولماذا لا أفوز أنا بهذا الشرف؟ أنا أكثركم ثراء والأحق بكفالة الطفلة مريم وتحدث نبي الله زكريا فغالبا سيحوز كفالة مريم فهو زوج خالتها والأقرب لها نسبا حسنا حسنا لنستهم بالأسهم ومن يفوز يكفل مريم ها هي الأسهم أدرها جيدا في الجعبة يا رجل ها زكريا أها هل قلنا سنقترع مرة واحدة أم ثلاث مرات لم نحدد إذن هي ثلاث مرات ولكنني لا أطمئن لهذه الجعبة لنذهب إلى النهر أفضل سأقذف الأسهم الخشبية في الماء والسهم الذي يسير عكس التيار يكون صاحبه الفائز زكريا مرة أخرى هل قلنا الذي يسير مع التيار أم عكس التيار؟ أظلنا قلنا الذي يسير مع التيار بالضبط أنا أيضا سمعتها هكذا دعاهم نبي الله زكريا أن يتق الله ولا يلجأ إلى تلك الحين سنعيد الاقتراع يا زكريا للمرة الثالثة والأخيرة هذه المرة نقولها بوضوح السهم الذي يسير مع التيار يكون صاحبه هو الفائز نعم هذا في مصلحتنا لا مفر من إعلان الهزيمة يكفل هو مريم ونوفر نحن في النفقات ذلك من أنباء الغيب نوحيه إليك وما كنت لديهم إذ يلقون أقلامهم أيهم يكفل مريم وما كنت لديهم إذ يختصمون كلما جئت لزيارتك وجدتك في صلاتك يا مريم هذا من فضل الله ما هذه الفاكهة العجيبة لا أدري نحن في موسم الشتاء والثلج يملأ أسطح المنازل نعم سمعت صوت سقوطه قبل أن أبدأ في الصلاة ما أسأل عنه من أين جاءت فاكهة الصيف إلى هنا لا أدري حقا يا خالتي هو رزق وهبه الله لنا كلي هنيئا مريئا يا لها من فاكهة لذيذة لم أدق في حياتي مثلها أرجوك أحملي ما تبقى لنبي الله زكريا عليه السلام سأترك شيئا من الطعام إذن الحمد لله لا أشعر بالجوع مطلقا أنت لا تأكلين شيئا يا مريم ومع هذا أشعر بالشبع حدثني زوجي عن تلك الفاكهة من قبل واليوم أراها بعيني وأذوقها أيضا أنت مباركة يا مريم لا تبالغي يا خالتي إنما أنا أمة من إماء الله أرجو رحمته ادعي لي أن يجزقني ربي من فضله وما قيمة دعائي بعد أن دعا لك نبي من أنبياء الله وهو السيد زكريا عليه السلام أعلم ولكني أطمع أيضا في دعائك لي اللهم احسن قوفنا بين هديك وألهمنا أن ندعو بما فيه الخير لنا اللهم اكرم نبيك زكريا الذي يكفلني ويرعاني وأكرم زوجته التي ربتني وأحسنت إلي لما رأى سيدنا زكريا عليه السلام الرزق الذي يأتي لمريم في محرابها فضلا عن تقواها وخلقها العظيم تمنى على الله أن ينجب ودعا ربه ودعوة الأنبياء حق هذا أجمل خبر سمعته يا خالتي أنا نفسي لا أصدق يا مريم كيف تلد عجوز مثلي ليس بعيدا على الله الكريم كلي أنت الآن بحاجة إلى الغزاء لم تعد لي أمنية في هذه الدنيا إلا أن أفرح بك يا مريم وأحمل أولادك هذا أمر لا أفكر فيه أبدا لقد نظرت نفسي لعبادة الله الواحد الأحد أعرف ولكني تمنيت أن أرى لك وليدا كلميني عن مولودك أنت يا خالتي هل فكرت ما في تسميته؟ يحيا هكذا سماه الله الله هو الذي اختار له الاسم؟ نعم أوحى به إلى نبي الله زكريا يحيا لم يطلق هذا الاسم على أحد من قبل فتقبلها ربها بقبول حسن وأنبتها نباتا حسنا وكف لها زكريا كلما دخل عليها زكريا المحراب وجد عندها رزقا قال يا مريم أنا لك هذا قالت هو من عند الله إن الله يرزق من يشاء بغير حساب هناك دعا زكريا ربه قال رب هب لي من لدنك ذرية طيبة إنك سميع الدعاء كانت السيدة مريم وحدها في المحراب عندما تجلى لها الروح الأمين جبريل عليه السلام في صورة كائن بشري ما هذا من أنت؟ طم أنهى الملك الكريم بقوله إنما أنا رسول ربك جئت بأمره لأبشرك بغلام زكي غلام؟ كيف يكون لي غلام وأنا لم يمسسني بشر؟ قال الملك الكريم هكذا قضت مشيئة الله تعالى سيكون هذا الغلام بإذن الله آية للناس ورحمة من الله ونفخ الملك الكريم نفخة قوية ثم مضى في هدوء أين الذي يكلمني؟ لم يسكن لي حتى اسمه كيف مضى والباب مغلق؟ يا ربي يا ربي أعني على ما قدرته لي واذكر في الكتاب مريم إذ انتبذت من أهلها مكانا شرقيا فاتخذت من دونهم حجابا فأرسلنا إليها روحنا فتمثل لها بشرا سويا قالت إني أعوذ بالرحمن منك إن كنت تقيا قال إنما أنا رسول ربك لآب لك غلاما زكيا قالت أنا يكون لي غلاما ولم يمسسني بشر ولم أكو بغيا قال كذلك قال ربك هو علي يهينوا ولنجعله آية للناس ورحمة منا ورحمة منا وكان أمرا مقضيا مريم ماذا جرى؟ لم تزوريني منذ وقت طويل خالتي أهلا بك هل أنت بخير؟ الحمد لله على كل حال له الحمد في السراء والضراء ولكن صوتك ينبئني عن شيء خطير ماذا تعني؟ هل تخفين أمرا عني؟ ليته كان ببقدوري أن أتحدث افتح قلبك يا مريم وكوني واثقة بالله صدقيني لا أدري هل يصح لي أن أتحدث أم لا؟ فهمت أنت فتاة مباركة ومن يكون مثلك مع الله لا يخشى شيئا من أمور الدنيا كنت واثقة أن هناك أمرا خطيرا يا مريم المهم الآن يا خالتي ماذا أفعل؟ وماذا بوسعك أن تفعلي؟ هذا أمر من الله عز وجل وهو اختيار فيه مجد وتشريف وهل يفهم الناس من حولنا تلك المعاني السامية؟ ومنذ متى يا مريم تشغلين نفسك بما يقوله الناس؟ كنت لا أشغل بالي به في أموري الخاصة عباداتي وخلوتي مع الله أما الآن فالأمر يختلف كيف؟ إن جابي لطفل دون زواج مسألة تتعلق بسمعة أمي وأبي رحمهم الله وتتعلق أيضا بسمعة نبي الله زكريا الذي يكفلني لا تعذب نفسك يا مريم يكفي أن تكون طاهرة عند ربي العالمين يعلم الله أني لا أخشى على نفسي وإنما أخاف على الوديعة في أحشائي ربما يحاولون إيزاءه هل بدأت تشعرين به؟ نعم هو إحساس عجيب مزيج من الحنان والخوف ومزيج من الأنس والرهبة ترى ماذا يكون شأنه؟ ومع أدراك أنه صبي ربما تكون فتاة طيبة كأمها لا إنه غلام أخبرني الملك الكريم بذلك آه يا ربي ماذا أفعل الآن؟ وأين أذهب؟ ليتني ميت قبل هذا ونسيني الناس وضعت العدراء مريم وليدها المسيح عيسى عليه السلام ما أجملك يا بني وما أشقاني فحملته فانتبذت به مكانا قصيا فأجاءها المخاض إلى جذع النخلة قالت يا ليتني قالت يا ليتني ميت قبل هذا وكنت نسيا منسيا أشعر بزمع عجيب وأحس بجوع أيضا وتحدث نبي الله عيسى في المهد وقال لها لا تخافي ولا تحزني سبحان الله العظيم يتكلم المولود في مهده؟ قال لها انظري إلى أسفل منك ستجدين جدولا صغيرا من الماء اشربي يا أمي هنيئا مريئا الحمد لله الذي سقاني ثم عاد يقول هز إليك هذه النخلة ستسقط عليك حبات من التمر الناضج كلي بالهناء والشفاء الله ما أجمل مذاقها قال لها عيسى عليه السلام أريدك أن تسعدي ولا تشغلي بالك ولا تحملي هما يا أمي كيف لا أشغل بالي يا حبيبي إن إن جابي لك في نظر قوم آه لا أدري ماذا أقول قال عيسى عليه السلام لا تقولي شيئا كيف وبماذا أفسر لهم الأمر قال عيسى عليه السلام إذا رأيت أحدا من الناس فاصمتي وقولي إنك نذرت صوما لله ولا تكلمي أحدا وترك الأمر لي يا حبيبي إنك تتحدث وكأنك رجل يرعى شأني اللهم لك الحمد في كل الأمور فناداها من تحتها ألا تحزني قد جعل ربك تحتك سريا وهزي إليك بجذع النخلة تساقط عليك رطبا جنيا فكلي واشربي وقري عينا فإما ترين من البشر أحدا فقولي إني نذرت للرحمن صوما فلن أكلم اليوم إنسيا وعادت السيدة مريم العذراء تحمل وليدها إلى المحراب وهي مطمئنة إلى قضاء الله وإلى صحبة ذلك المولود الطاهر انظري يا آروبة أليست هذه مريم الناسكة؟ نعم ما ستحمل بين يديها أظنه طفلا رضيعا ربما هو يحيا بن زكريا وإلى سبات لا لا لقد كبر يحيا وصار يمشي وحده رأيته منذ ساعة مع أمه في السوق من يكون الطفل الرضيع؟ لا أدري إن مريم تعتزل الناس جميعا فمن أين تأتي بطفلين؟ لا تصدقي كل الظواهر يا إيدال من يدري؟ أرى أن تكتمي الأمر ولا نخبر به أحدا من الناس بالطبع إنها سمعة فتاة عزراء سنتكتم الأمر ولا شك إذن أنت لا تنكرين أنه ابنك لماذا أنت صامتة؟ قلت لكم من قبل أنها نذرت صوما لله فلن تكلم إنسانا صوم؟ وهل تصوم الخاطئة؟ أصمتي وإياك أن تزيد حرفا واحدا في حق مريم لم نأتي هنا لنستمع إلى حديث النساء يا مريم لقد فعلت منكرا عظيما ما كان أبوك رجل سوء وما كانت أمك يوما من البغاية كيف تفسرين لنا ما حدث؟ ماذا؟ هل تسخرين منا؟ كيف نكلم طفلا ما زال في مهده؟ أجابهم المولود عيسى عليه السلام إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا المولود يتكلم؟ إنه أفصحنا لسانا ونظر النبي الكريم لأمه مريم وقال وجعلني الله برا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا أظن الأمر واضحا لا داعي لبقائنا اسمحي لنا أيتها المرأة الصالحة الحمد لله تعالى فأتت به قومها تحمله قالوا يا مريم لقد جئت شيئا فريا يا أخت هارون ما كان أبوك مرأ سوء وما كانت أمك بغيا فأشارت إليه قالوا كيف نكلم من كان في المهد صبيا قال إني عبد الله آتاني الكتاب وجعلني نبيا وجعلني مباركا أينما كنت وأوصاني بالصلاة والزكاة ما دمت حيا وبرا بوالدتي ولم يجعلني جبارا شقيا والسلام علي يوم ولدت ويوم أموت ويوم أبعث حيا ذلك عيسى بن مريم قول الحق الذي فيه يمترون ما كان لله أن يتخذ من ولد سبحانه إذا قضى أمرا فإنما يقول له كن فيكون وإن الله ربي وربكم فاعبدوه هذا صراط مستقيم